الترجي نحو مدرب بورتغالي وليس باسماء اخرى وماذا صرح فوزي البنزرتي على تتويج دور الابطال الافريقية وعطى اربع مترشحين ومن بينهم الاحمر والاصفر والتفاصيل في ناشرتنا بتبخلوش علينا باللايك والشار والسبسكرايب ويلا بنا لاتس جو الترجي ومنعرج جديد في ملف المدرب القادم برشا اسأل وبرشا اقتراحات جمهور منقسم ما بين طارق ثابت ثابت في مكان ومدرب مؤقت وليس بمدرب على كافة الموسم وذلك هناك اتفاقات اخرى ومنعرج اخر في ان المدرب يبقى طارق ثابت بحكم اندماجه مع الملعبية رؤيته قراته التكتيكية الممتازة والنتائج اللي قاعدة تجيب بعضها زوز ربح في زوز تجارب تدريبية قام بها في وسط المسئوليات اللي عنده كمسئول الانتدابات وكمدير رياضي هذا دون انه يكون مركز 100% بيش يكون مدرب بيش نراه حركية وبيش نراه انتعاشة هجومية كما رأينا في ماتش الاتحاد نراه بصراحة كراي شخصي وكرؤية وقراءة لاخبار الترجل اليومية في النشارات متاعنا لهنا نراه انه طارق ثابت بصراحة ممتاز مهم جدا انه وجوده مع الجوارات يعرف يكوميونيكي معهم يعرف كيفاش يلعب بالتشكيلة وكيفاش يغير ويعمل التكتيك ما عندهش خوف ارجع التالي لكل الدفاع ركتلعب باسم الترجل جوار لعب كورة وفي سقيه ويعرف شنوها بالضبط يعمل وعنده الخبرة والرزانة الكافية بش انه يقدم ويعطي كل جوار حقه بدليل انه شفنا بعد ما تم ركن اسامة بو جراء رجع للتشكيلة وشوفوا الرياكسيون اللي عملها وشوفوا الاداء اللي عمله فما زاد هاني عمامه في الدفاع قعد يعطي فيه في طيقة وكونفيانس وارجوع بعض ديصابة وغيره من الاسماء كيف كيف تجربة البرازيلي والتكتيك في انه يصير ادراجه ويسجل من اول 15 دقيقة قدام جمهور الترجل رأي نقطة مهمة جدا للمعنويات وليقادم المباريات لمهاجم صريح في الترجل توحشنا المركز كيف من هذا بصراحة كيف كيف توحشنا لديو في وسط الميدان شفناه مع طرق ثابت في ماتش الاتحاد فلهنا فما رؤية متع المدرب الجديد ما زال محضرش انه بش يشرف على الترجل خلافا لمعين الشعباني برشا سخب وبرشا اثار جدل في الكواليس وفي صفوف الانصار مام حتى في الراديو والسوشيال ميديا فما برشا مقسام واراء ما بين اسماء مدربين من المدارس المختلفة في البرتغال وفي فرنسا ممكن الاسم اللي تترحى في نشراتنا الترجية الاخيرة بحكم منه لاخبار الدولة تعليل اللي هو فاندر بروك بصراحة مدرب فاشل وعطينا الاخبار متع المدرب هدايا وانقلناها بش نوصله مساج راه التكلفة والجودة مهمين جدا يعني انك تجيب جوار انك تجيب مدرب بتكلفة كبيرة بارشا بارشا وبالدولار وبالدوفيزيو خلص لكن ضامن انه بش يجيب لك تتويج يدخلك عائد مالي معين ويدخلك تتويج ويدخلك فرحة ويدخلك مردودية وكونتونياتية وكذا وما بين انك تجيب مدرب هكاكة وبرأ وتخسر لقدر الله وتجيب نتائج سلبية فالحكاية حكاية استثمار والحكاية حكاية جودة مش سرعة زادة وتسرع في انه جيب مدرب وحط والمهم هنقى مدرب اجنبي ديكور لأ الجمهور يفهم ويعرف كورة ويعرف استاتيستيك ويعرف سيفين بتاع مدربين ويعرف نتائج ويعرف شنواليفاكتيف الموجود واسكن مدرب هداك عنده الكاريزما والشخصية بش انه يجيري ويكون ليدر مش اداري الراجل الموظف جاي راك جاي تراني في كيب اسمها ترجي فرغم طرح اسم مدرب شباب الوزداد البلجيك يا ذا الفاشل سفين فاندربروك خصوصا اثر ايقالته من مهامه مع تنهار لحد اللي فات تم ايقالته من مصادر معنتها ثابتة في انه تم معنتها استغناء عليه وكل شيء في الكيب اللي كان فيها مصادر ترجية كبيرة قاعدة تقول انه ملف المدرب ما تمش حسمه خاصة مع حمد الميت هذه الاخبار اللي خصوصا بعد عودة اسم طرق ثابت الى السباق وامكانية تثبيته على رأس الفريق واردة جدا يجمع من جهته فوت افريكا المصدر اعطاه ثلاثة نقاط مهمة ممكن نترجح كفة طرق ثابت على حساب المدرب الاجنبي او المدرب البلجيكي او البرتغالي وتنشوفوا الاسم الجديد اللي قاعد يتطرح فما مدرب بورتغالي قاعد يتطرح بش نعطيه اسم الشخصية هذه اول عنصر يخلي طرق ثابت يكون موجود واول ارجمان واول حاجة هي معرفة الفريق رأي مهمة جدا ان انت انسان جاي لبلاصة ما تعرش لون فيه متاحة بش تبدأ غيرها لكن طرق ثابت ولد الترجي ويعرف الولاد اللي في الترجي ودارس ملفاتهم راه مهم جدا الراجل من قبل ما يكون مدير رياضي اكيد في الكواليس كان يراجع في ملفاتهم وفي اعمارهم وفي مراكزهم وفي امكانياتهم في اهدافهم وفي الاستوريك متاحهم خاطر يمتاز ثابت معرفته الجيدة للفريق باعتباره مهندس التعاقدات هذه الكلمة صحيحة مهندس التعاقدات اللي قام بها الترجي في فترة امريكا توصيف الكل ثاني المراحل ورانا ما ناشنا نعطيه في هدايا يعني فلان خير من فلان وفلان يستحق يدرب الترجي خير من المدرب الاجنبي فما حتى حد يخلص فينا باش نحكيه على طرق ثابت طرق ثابت النتائج تحكي عليه طرق ثابت في اطباع الصعبة لفاندر بروك ممكن يفشل المدرب هذا المدرب هذائي البلجيكي من جميع تجاربه التدريبية الخاصة نحكيه في دوري روشن السعودي اللي يتبع الكورة فما ابها السعودي كان فيه ثم الوداد المغرب واخيرا شباب الوزداد الجزائري واللي تم يقالتوا فيه علاش خاطره المدرب هذائي يملك تباع صعبة حادة ما يعرش يتكلم يزربط ياسر ما يعرش يتصرف مع الجوارات ومع شخصياتهم ما يفهمش ما يقراش بادي لانجوج ما يقراش تاكتيك ما يقراش بيداغوجيا ما يقراش تيموورك الحاجات هذيك اللي توفي الكورة والتي موجودة فيجعل ديما فما صراعات في الأندية اللي يدرب فيه ديما تولي فما في الكوجينة في الكويزينة انتارين متاع الكيب تولي فما صراعات على خاطر ما يعرش يتكلم ومعرش يتصرف ثالث المراحل وثالث الحاجات للدعم انه طارق ثابت يكون موجود في الكيب تطور الفريق بصراح يعني طارق ثابت قام باصلاحات ناشحة في الفريق جعلته يقدم مستويات مقبولة كلا المواجهة اللقرة أمام الاتحاد الدواء في البطولة انجح الظهير ليما لمنتخب تونس في توظيف اللاعبين كأفضل ما يكون تحسن المستوى متاع الفريق بشكل ليفت كبير وفق المصادر اللي شفناها الأهداف بالأدام فما انتعاش أرى في الجوارات مرتاحين في وجهه مرتاح يلعب ما هو شو مكبل ما هو شو خايف منطلق قاعد يكور في الكورة اكا هو احترافي اوكي لكن قاعد يكور الاسبريم تعو نظيف وهذه حاجة مزيانة برشة تخلي طرق قابة ممكن ياسر يبقى خاصة في ماتشوات السوبر الافريقي واللي على فكرة تعينات الحكام امتاعه تمت ماتش اللي هنا نحكيه على الترجي ومضيفه تيبي مازينبي الكونكولي نحكيه على لقاء الذهاب بربع نهائي دور السوبر الافريقي فرصة بش نتذكروا انه بش يكون هار 21 اكتوبر انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال في لومباتشي وبش الدور ان شاء الله الريتور نهار 25 اكتوبر انطلاقا من الساعة الرابع عصر اللي هنا نحكيه على ديودات قرب برشرة ونحكيه على نهار الاربع 25 وقبلها نهار 21 نهار السبت دون البطولة دون الماتشوات متاع شامبيونز ليج الافريقية اللي جاية فلهنا ردوا بالنا يا الولاد يا احباب يا اصدقاء يا كرام يا مدرب يا مؤطر يعني بدني بريباراتور فيزيك ردوا بالكم الإصابات ردوا بالكم الإصابات ردوا بالكم الإصابات اعملوا يعني مداورة بين الجوارات اعملوا احداش نيكيب احداش نيكيب ابدلوا ما بين اليزي فاكتيف خليوا لكل شخص فرصة باش انه يظهر ابدل بثكاب اعطي 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 قراءة للماتشوات وللدات وللبروغرام ان شاء الله يا بوديع الجاري والجامعة زادة ما يكبسوش على الترجي وحتى لتوار ونتمنى وديما الفرق التونسية تنجح وتطلع على الفرق العربية الأخرى وعلى الفرق الافريقية على خاطر ما وراء الكواليس وما يقال على الانتية التونسية والكره وعدم حب انه ايكيب تونسية تنجح وتطلع وتوصل للمربع الذهبي وللفنال راه لا اراك الله مكروه ما يسمع وما يقال وما في النفوس راه شيخ تير ياسر فنتمنى للترجي وللنجم انهم يطلعوا مبعضهم وانهم يصلوا معانتها للفنال على شليم تالشامبيونس ديك كذي حاشة